إذن نتابع مع حضراتكم هذا المبادرة التي وصلت بدايتها مؤسسة حياة كريمة توزيع صناديق المواد الغذائية على المستحقين بقرى محافظة أسوان ويأتي ذلك في إطار الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة لرعاية الأسر الأولى برعاية تنفيذا لتوجيات رئيس عبد الفتاح السيسي إحنا موجودين النهاردة معاكم في حياة كريمة نجعل مؤلف خطاره الحقيقة إحنا موجودين ضمن مبادرة توزيع كاراتين الحماية الاجتماعية لأهلين المستحقين زي ما أنتم شايفين إحنا موجودين دايما وسط أهلين بنبقى سعداء جدا إن إحنا بنحاول نخافف العبء عليهم ونبقى موجودين معهم النهاردة اليوم بنتشرف بمؤسسة حياة كريمة بزيارتنا للجمعية وتقديم مواد غذائية للأسر المحتاجة بالقرية النهاردة جايين نوزع مئات الكاراتين لأهلين المستحقين بقرية المجلب أسوار وإن شاء الله مش أول مرة لا إحنا كنا بنوزع على مدار السنين اللي فاتت وإن شاء الله هنوزع على مدار السنين اللي جاية والناس كلها هنا مبسوطة وفرحانة جدا علشان الكاراتين الغذائية اللي جاية لها وإن شاء الله إحنا دايما معاكم ودايما في ظهركم بإذن الله جاء النهاردة أنا وزميلي عشان خاطر نوزع مواد غذائية عايزين نوصف لكم مدية فرحة الناس هنا في المؤسسة بالمؤسسة بالدعم الغذائي اللي ندمه لهم والناس مبسوطة جدا بنا ورحبوا بنا أحسن ترحيب حقيقة يعني شكرا مؤسسة حياة كريمة وشكرا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي نشكر حياة كريمة بالنسبة للأوعية الغذائية الكاراتين واللحوم ونشكر برضو الرئيس السيسي في كلنا واحد والمواد الغذائية اللي بعتها لنا لجنة ظروفنا الصعبة